لا يوجد ذكريات طفولة مع هذه الحلوة تجير رائعة كالدوب في اليدين قبل الفم سنحتاج 125 جرام الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ اما تستعمل الزبدة البوطة او المارغارين ضفتر الشيشة صغيرة الملحكس السكر نضيف ايضا كيس السكر بالنكاد الفاني ومعلقة كبيرة المربة المشماش اللي يكون خاص بالحلويات المربة يجمع لنا الحلوة دينا كيخليها متماسكة ما كتبقاش كالتفرتت وبالتالي ما غديش تهرس لكم الحلوة ديالكم نهائيا خصوصا لبناس اللي كيبغيوا يصايبوا لكوموند باش ما تضيعوش في الحلوة ديالكم ضروري كتديروا هاد المعالقة ديال المربة او لا صفر ديال البيضة باش كتجمع الحلوة وما كتبقاش كالتفرتت ضفت ايضا كاس ديال زيت نباتية وكنمزرج هاد المكونات حتى كنحصل عليهم بهات الشكل هادا تشوفوا معي صفيف هاد المرحلة كنضيف واحد راس معي صغيرة ديال الخميرة ديال الحلويات تقريبا ثلاثة قرام ربعة قرام وكنضيف ميتين وخمسين قرام ديال الكوكاو اللي محمر ومهرمش استعملت الكوكاو بلدي كيعطيها واحد المضاق ببنين بزاف حسن من هاداك الكوكاو اللي كيكون اغلاد بالنسبة للكوكاو ديالي مباشرة من بعد بديت كنضيف الدقيق قادي نحتاج في المجموع ثلاثة ديال الكوكوس ونصف ديال الدقيق اللي حتاجت لي هاد الكيميه هاداك كيميه هاداك كيميه ديال الحلوه اللي بأس بها مقارنة مع البساطة ديال المقادر شوفوا معي القوام ديال العجين را مهم بزاف باش مصقاش تشتم للكو الحلوه فاش تكونوا كتشكلو فيها مكتقصوش العجينة ديالكم نهائيا فاش كتكونوا كتشكلوها كتشكل بكل سهولة وكتجي رائعة بزاف شوفوا كيفما كتشوفوا معي غير كأجمع العجين كان بده كان شكل الحلوه ديالي على شكل هيلال كان حرب لها في الأول بشكل طويل ومن بعد كان بده كان قابد لهيلال ديالي وكان حط في اللاطة لفرشتلي هورقته سوف نستمر كنشكل هيلال كيف ما كتشوفوا معي بكل سهولة ما كتتهرس العجين ما كتتخسر يعني طريقة بسيطة جدا وحد المضاق وحد البنة ما ديش نعود لكم هات الحلوه ها دي كتجيل دي ده بساف بعد ما عمرت اللاطة ديالي غادي ندخلها الفران كيكون سخونة 180 درجة نار من الاعلى و من الاسفل ما كنخدمش المروحة نهائيا فالنسبه الى definiesel غادي فاحتنتو ملا الفرعениكو كيunkyور من الاعلى و من الاسفل فاستشعروا عليها من الاعلى و من الاسفل نارا ما هي لا الى الفرعينكو ما كيشعرش من الاعلى و من الاسفل فاشعروا عليها غير من الاسفل هتاكد طيب عدها بتوها بطوها الى تحت باش تحمر واحد اشوية و تخرجوها فاش كنخرجا من الفرع و لم كان قيسهاش نهائيا ما كان حركهاش من اللاطة كان خلاح تكت برد تماما يعني على الاقل خلوا واحد ساعة او لا ساعة اللاروب حتكت برد ومن بعد كان في النذهق في سكر غلاصي سبيسيال يعني الخاص بالحلويات باش كيبقاها كقابط فوق من الحلوة ديان وما كيدوب شجر وابس حورها وإلى اللقاء